اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في الجالد اشتركوا في القناة هناك مدلقة هذه هي أنه يتعلق العالم للبلاد وفي الباب دائما يتعلق العالم معلق أو في الجرداء أو في البالكو لكن هنا في ألمانيا غريبا تكون يمات الماتشات مثل ألمانيا العابف في العالم أو في أوروبا يتعلقوا دربوهم وحتى الأطراك، الأطراك حتى في ألمانيا تسمع الأطراك عزيزة لهم بلادهم بثائف ودائما يتعلق دربوهم مناسبة أو غير مناسبة يعني تدخل حانود الأطراك تجد دربو أي فيه دار الأطراك تجد دربو الجامع تخيلوا معي، الجامع للأطراك يوجد دربو فأنا كم شيئا وعدا، عندما أصل معك وصلت هنا حتى في هولندا، قمت بإمكانك الجامع وجدت فيه دربو، دربو هو الجامع دربو هو الجامع، دربو في تركيا وسط الجامع وفي الامر أطراك أو أصدقاء أو الجامع، دربوهم يقولون يحبون بلادهم، أتخلوا بلادهم، واحدون ويقبون بلادهم، نقول بلعرف أشخاص، أو تركيا الشرق بدون رجعة المهم الأخوان سوف يجبون ندع أخونا نابل المساوي وسوف يجبون حملة هز عالم بلادك هز عالم بلادك فأي واحد في أي بلاد في العالم لماذا نبينا هذا الدراب يوصل العالم كله فأي مواطن مغربي عيش في أي بلاد في العالم يمشي في الفيديو الذي لا يقيل على ستة واني وهز العالم في معلومة تاريخية لذلك البلاد أو في جبل أو في منظر أو في الدار مهم في بلاسة واضحة وهز العالم سوف يقوم بشكل ما يقولها وإن شاء الله سوف يشد هذه المقاطع سوف نعمل في الفيديو وسوف نشره إن شاء الله الرقم الواتساب يوجد في صندوق الوصف الذي يريد أن يشارك الذي يريد أن يذكر الاسم ويذكره ومن الأحسن أن يذكر الاسم والمكان لكي يوضح لكي يتمكن لكي يتمكن ومن الأحسن يعني أنا فلان بفلان ومن الأحسن من الأحسن لا يريد أن يذكر أو الغالب يدي الأخوات يجب أن يكون معهم محارة لأنهم يذكروا أسماء لهم يعني البنات لا يريد أن يذكروا أسماء قبل أن يذكروا لكن المهم عنك اختيار ستة ثواني لا تفوتها لأنك كبريكين سوف يشاركون إن شاء الله المثال ونشرقوا أحسن كما قلت لكم في هذا الفيديو سوف نشره ونشره لكي يصلوا إلى العالم وفشب أن الغرباء يحب بلدهم يتمكنهم ويفتخرط بلدهم يعني بلدهم يجب ان يكون الأخوة ولو لا يريد أن أتحرص لا يقبلها وأليس يكون عيش مياس بريش بريش في 15 نقول لا يريد أن يقوم لا يشترك من هنا لا يريد أن يفتحر بحرم البود يتفكر من هنا بلما تقضي دهوا رأسكم فالله يجزيكم باخران اخوان اشتركوا هذا الفيديو لكي يوصل اكبر عدد الناس وكي يشاركوا في الحملة اخوان الموضوع يجب ان تكلم عليه الذي يتكلم عنه الذي يتكلم عنه او عندما تكلم عليه لم يكن كذب عليكم كنت متردد كثيرا هو هو ما الذي يقضى الريدوان المنتيج المغربي العالمي الريدوان الريدوان فنان اخر مغربي تعرضوا الاهانة في مهراجان سينماعي في مصر مهراجان مهراجان السينماعي هذا من فيه حيث هنا عندما تابع هذا لم تابعه حيث انا ان تخدموا الشعب المصري انا اذا هذه الكوادر و هذه النخبة و هذه الربعة للفن لماذا تقوم بمصر؟ لا يمكن أن أقولها مافيا للفن ولكن هذه الربعة للفن يعني هذا الحوت الكبير يمكن أن يقول له الحوت يعني هذا الحتال كبير يعني في الفن و في مصر فأنا أتكلم عنه ولا أعني الشعب الميصري يعني قصود الشعب الميصري قصود الشعب الميصري الشقيق العظيم المحبوب الذين يريد علاقة البناء وما بين هذه المافيا للفن الذي نتحدث عنهم الذي يستجعون بالفن المغربي ويهنوا الفن المغربي ويحتقروا الفنانين في هذا الفيديو نتحدث بالذكر المتيج العالمي ردوان 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 هو وائب المدينة تيطوان ودبجة المناسبة لكي نتحدث عن تيطوان قلبية خالصة من الناس تيطوان تيطوان أحسن وأجمل وأرواع المدينة المغربي صراحة أعجبتني أنا تيطوان وقلست في قهوة هذا الرومبوان هذا الرومبوان في هذه الحمامة ويأتي لك قهوة نص نص ويأتي مهرسة أو نص نص ويأتي لك قهوة مع السرق ويأتي لك الحليب في الغرفة ويأتي لكي أرى أحساب ماذا أريد هذا الرومبوان ويأتي لديه واحد للعيبة بشكل صغير يعني في قهوة كبيرة ومعه 40 ريال في 2005 ومعه 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 أعجبتني تيطوان لأن الكثير من الناس لا تتحدث عن الأشياء ومعه تحية تطوان والطنجة والشاون والوزان والجازق والوجدق والريف كلهم الله عمر هادار والناس الحسيمة والناس الناظر والتحية والقعش والشمال والمغرب كلهم ومعه لأن ريضوان ابن مدينة تيطوان أنا شخصا بكل صراحة تعلمت منه جد الحويج ريضوان تعلمت منه القفح التواضع والتواضع والسبب الذي سيجعله يتهان في هذا المجل الذي يوجده المصري ريضوان بدأت حياة صعبة وأنا أشعر بأن أنا تغربت ومهاجر بحاله ف بسبب الناس يصحبهم الغربة سهلة تجد 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 ريضوان تجد الثاني هو التواضع سيد متصالح مع رأسه سيد كافح توصل ملخه كافح توصل اوصل 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 بكثير الشيء الثاني الذي لديه ردوان هي التواضح ردوان الذي لم يقدمه الممثل المحمد رمضان المصر لا نتحدث عن الإمكانيات كمشخيص لا نتحدث عن الإمكانيات ومؤخرا قتل من قصر من قصر لا نتحدث عنه وانا اخرج على السيد اخرج على البيلوت مات بالفقصة مؤخرا لم يكن حتى رأيت ذلك لا يوجد امره هذا النار جيسي لا يعني انا اتكلم من الفناني اتجده النار جيسي ومتكبرك ومعارك ويتصورك مع المبرغيني ويتصورك معه ف ردوان هانوه هملوه احتقروه كما يحتقرو الفنانين المغاربة لا نعتبرونا فنانين هم لا يعتبر رأسهم هم معلمين هم اساتدة لا سمحوني انتم ومشي معلمين ومشي اساتدة ممكن تكونوا سبقتونا ولكن مشي معلمين انا في قرد الاخراج ونرى افلامكم لا يعتبر هم معلمين لا يعتبر يعني كانت انسانية في افلامكم والحرارة والمشاعر البشرية ولكن من نحية الفنية لا يعتبر المعلمين هم امريكان هم المعلمين هم اساتدة ومديرين القسم ومعلمين هم أستاذ ورئيس القسم هم أمريكان هم هم ورأساء الأقصار هم أمريكان لكن هم ومعلمين ومعلمين هم ومعلمين ومعلمين هم 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 يجبون مغريبي عالمي لا يقول عالمي تجيبوه وتقدموه وتقدموه محمد رمضان بحيالة ليلة و دينزل واشنطن ولا بحيالة وكابريو ولا بنعشكول وتقدموه وتخليوه ريدوان اللي يجا ضيف عندكم هذا يرعي يهانة وهذا ليس اول مرة يوقع دائما الفناني للمغاربة يحتقروه ولا رأسهم سعد المشرط سعد المشرط وقالوا لي لا تدخل للمصر ومؤخراً لديوا حلقة مع أمير كرارة لم أعلنوه أو لم أدعوه لم يسرق النجومين الفنانين مصريين فرح نعم 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 كما نعم لا تدخلوا هذا المحمد الرمضان أساس محمد رمضان لا لا لست لم يكن كنت اعرفوا كيف كان محمد رامضان لقد عرفنا رمضان الصيان لم يكنك ماذا كان محمد رمضان نعم وليس كنا نعم لا يمكن أن يكون هناك الحل أننا كشعب كل شيء كشعب يعني كبروا بالبراني و أحتقروا أولاد بلدنا يعني هذا محمد رابادان لم يأتي المغرير ويأتي 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 وصلت وصلت محمد السادس يعني بحيلة تصور مع صاحبه ماذا المالك محمد السادس تصور مع محمد رمضان وأنا كنت واحد مرة كنت سألت قلت أنا كأي فنان مغريبي ممتل مغريبي جامل والي أو حامد الوجدي أو سعد تولي ممتل المغربة وممكن تصوره مع السيسي صورة عادية صورة خارج البروتوكول كما تصور محمد رمضان مع المالك كما تصور أرادو ممكن تصور مع السيسي ومحمد رمضان جاء من مصر وتصور مع المالك محمد السادس ونحن نحن ورادوان تعلمت منه التواضع والتواضع هو الخطأ في هذه المرحلة لأنك إلى قليلة من قيمتك ماذا يوقع لك؟ أنت ردوان أخي كمواطن مغريبي كمواطن مغريبي أقول لك كمواطن مغريبي أقول لك أنا تلميذ ونت المعلم لأنني تعلمت منك كما قلت لك التواضع وتعلمت منك المتابرة والإصرار حتى تحقق الأحلام ردوان وليت واضع ولم احترمت ولم اعطيت القيمة حقا ردوان أكتشف لديي غاقة لا يوجد انتج أغاني لديي غاقة هو اكتشف لديي غاقة صنع لديي غاقة هذه الشخصية لديي غاقة هو صنعها كانت مغنية مغربية في السويد المغنية اسمتها ليلة كانت تغني بشكل ستيلة البوب فهو فجب إليه لديي غاقة كانت تتشف لديي غاقة يريد أن يصنع منها شخصية تشبه لديك ليلة هذه المغنية المغربية التي كانت عيشتها في السويد وخرجت على رأسها بلا دروك فلديك لديي غاقة فلديك تشف لديي غاقة أرى ردوان أن يتشف لديي غاقة لا يوجد محمد رامضان ومثلين الممتين المصريين ولكن هذا لديي غاقة هذا لديي غاقة يعني هذا البيرجر في ميزانيته لم يصل إلى نصف ديسك لديي غاقة لديي غاقة تتضر لها وعنى ان تتسرقون وضعت مكافأة ما تشف لديه لا تتسرقون نصف مليون دولار نصف مليون دولار لقد حولت هذه المصري يا خرابي يا لهوتي يا ديني النابي ما تشف لديه سبعة مليون ومثلين 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 وسبعمية وخمسل جنيه يعني قل تمانية مليون جنيه تمانية مليون جنيه تمانية مليون جنيه لديي غاقة مكافأة اللي اكتشفها المغربي ردوان ننجو مهن نجو أضيف إلى أنه خدم مع مايكل جاكسون ميكل جاكسون أوليدي أشترك مع جنيفر لوبيز وزيد 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 بزيد وزيد 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 أولاني أوليدي العالمين يعمل يجب على المدينة، ويجب على المدينة للمدينة أخر يأتي لكم ويتهين ويجب على المدينة التي أجب العييشة المغربي فهي الذي يجب أنهتم كاملة يأتي طالبيكم. على الحالة تماما عن أدمر عن إجراء هذا الميضة في المصري وهو الشعب المصري أكثر وهو لا يوجد أن يكون شعب المصري أتكلم عن خارج هذه الخارج والميضة ما هو يقولونهم هذا هذا درس هذا درس نحن نتعلم منه كمواطنين مغاربة نتعلم منه كلنا في الميدان او خارج الميدان إذا قللت من قيمتك كثير من اللازم لن يكون لديك تواضع تقول أنك تقدم رأسك الإهانة وهذا الشيء الذي يقاب مع ردوان بعد ذلك كنت أرى ردوان أحضر برامج احضر واحد برامج في تونس وحضر واحد دباهات في ميصر أكيد أن يكون فقال هؤلاء الممثلين والفنانين في الشرق يمكن يتنازل وحضر من مجرد ومعرفة واشنطن تنزل فريدوان أنت قيمتك كبيرة لدينا أخيك المغربة ونحبك فخري لنا كمواطنين المغاربة كما تزعو بك وفتخروا بك ويحفظك وصير على مسيرتك ونحن أطلقك يا رريدوان وإن شاء الله نعطل قوانويك بإذن الله لا يجعل ذلك لا يجعل لإسالة الله الله يشرف ينطلق بك وسمع أني لديك الدر في غولندا لديك الدر في غولندا أنت نقوم بك والله لا تشرف لي أخوة ردوان نتلقى بك في الأخير الأخوة الأخوة التي أريد أن نصل لكم سوف نقوم بعمل أفلام ومسلسلات وعرين يجب أن نتعلم الردوان نتعلم المتابرة والإصرار ونتعلم التواضع المعقول هنا لدينا واحدة مشكلة في صاحبي والخرطي والخرطي هو الذي خارجنا في المجالات لماذا؟ لأنه معدست واضع الذي يفهم شيئا مرحبا الذي لا يفهم شيئا يقول لك أنه لا يفهم شيئا صافي أما عندما تتعلم كل شيئا يجب أن يتعلم يجب أن يتعلم هذا يجب أن يتعلم أفلام ويضحكوا عنه ويحتقروا ممتنين لنا أعطي لكم تحية لكم شكرا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى